مملكة البحرين تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا في قطاع الكهرباء والماء وتسعى هيئة الكهرباء والماء بشكل مستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتحقيق تطلعات المشتركين من خلال الأخذ بأرائهم ومقترحاتهم وجعل المشترك محورا أساسيا لكافة خدماتها وهذا جعل مملكة البحرين تحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية في متوسط النصيب الفرد من إنتاج الكهرباء ويأتي هذا الإنجاز ترجمة لجهود هيئة الكهرباء والماء في تطوير ورفع كفاءة قطاع الكهرباء والماء والتطوير المستدام لإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأفضل للممارسات العالمية تحقيقا للأهداف التنموية المنشودة هذا وتبنت هيئة الكهرباء والماء العديد من المبادرات في مجال تعزيز موثوقية خدمتين الكهرباء والماء المقدمة لمختلف شرائح المجتمع وتعزيز التنافسية المملكة في مجال تسهيل إجراءات وصول الخدمتين وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مملكة البحرين للارتقاء بخدمات البنية التحتية بما ينعكس إجابا على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بما يتماشى مع معطيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية 2030 وتأتي هذه الجهود في ظل مواصلة مملكة البحرين دورها الفاعل في مجال الحفاظ على المورد الطبيعية وتطوير البنى التحتية في قطاع الطاقة النظيفة لتحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات